اكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن البرامج الجديدة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تكثيف وطيرة توفير الخدمات الإسكانية وتسريع تلبية الطلبات الإسكانية جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شاركت فيها سعادتها ضمن جلسات منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال قطاع السكن الاجتماعي والعقارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وخلال الجلسة استعرضت الوزيرة جهود توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال مسارات التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع في المدن الإسكانية والنتائج المتحققة على هذا الصعيد كما تطرقت إلى الجهود الحكومية للحفاظ على التراث العمراني من خلال تسليط الضوء على أبرز محاور مشروع تطوير مدينة المحرق وأشهدت سعادتها خلال الجلسة بجهود دول مجلس التعاون في مجال توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والتكامل بين دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتدريبه وكانت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قد شاركت في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل العقار كما شهدت افتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد كبير من الشركات العقارية ترجمة نانسي قنقر